براحب بحضراتكم الفقرة الأخيرة اللي نوهت عنها في بداية الحلقة وفقرة دكتور دينة أبو السعود هنتكلم في الملف النهاردة عن إزاي نخس بس إزاي نخس بشكل سليم وفي نفس الوقت وشي ما يبقاش باين علي أني تعبانة وفي نفس الوقت برضو مرجعش أزيد في الوزن على طول لأن في ناس كتيرة جدا بتعمل دايت بأكاد لقيها زادت مرة واحدة لو بطلت الدايت أو انتدت تاكل بشكل طبيعي زي ما كانت بتاكل في الأول وأسباب كتيرة جدا برضو بتقدي أن احنا ما بنعرفش نخس أو بعندنا سمنة مفرطة زي ما بتقال إزاي أعمل كل دا وفي نفس الوقت عشان ما لجأش ليه التجميل أو العمليات التجميلية اللي هي يعني عمليات الثمنة على كل حال أنا قلت الثمنة ليه؟ الثمنة الثمنة معلش خلينا نرحب دكتور دينة أبو السعود يا دكتور منظور جدا يا حبيبتي زيك أنا هواني الحمد لله كله زي الفل ومبسوطة أنك معنا فقرة بتبقى بجد مفيدة وخلينا نبدأ بملف السمنة أصلا وفكرة هنا إزاي الناس لأن دا ملف في غاية الأهمية وعندك بقى اهتمام به أو بيصيب كل يعني الأسرة صغيرين وكبار رجال وسيدات ما فيش فئة معينة بتعاني من موضوع السمنة فإزاي ممكن أن احنا نخس أصلا كده نبدأ الموضوع بشكل سليم لأن في حالات كتيرة غير الأمراض العضوية اللي هي بتمنع الشخص أنه هو يخس لا زي أصلا الرشدة عشان الواحد يخس بشكل سليم خلينا يا نهواند الأول نتكلم على خطورة السمنة الناس كتير مش عارفة إن السمنة دا مرض خطير ومرض مزمن صحيح زي ما قلت يا نهواند دلوقتي موضوع السمنة يعني زمان ما كانش فيه سمنة أو دلوقتي العالم كله بقى فيه سمنة بيتضرب في ثلاثة طيب إيه خطورة السمنة القصة مش مثلا إيه دا البنت دي تخينة البنت دي الفيعة ولا الراجل دا تخينة الراجل دا الفيعة إن الشكل جمالي لا السمنة بعد ما بيحصل سمنة وسمنة مفرطة بيحصل مشاكل صحية كتيرة جدا منها السكر منها القلب منها مشاكل في الأوعيات الدموية وبالذات لو الواحد أو الوحدة تخنوا عندهم تاريخ سيء في السكر من الأب من الأم من الخلاة من العمام مية في المية هيجيلي سكر فلازم يبقى عندنا وعي شديد إن السمنة مش خلاص أنا أتخينها شوية واكتئبت شوية ومش عارفة أنزل مش عارفة ألبس الموضوع مش جمالي الموضوع الصحة العامة طيب إيه أسباب السمنة يعني إيه اللي بيخلينا نتخن فيه حاجات كتيرة جدا بتعتمد على دم ممكن نقول مثلا في الأول سمنة المطبخ اللي احنا عارفينها هناكل السعرات الحرارية اللي مناخدها أكتر ما منحرقها فوقتها هنتخن ممكن أحيانا أكيد أسباب ورصية آه بزبط دي دي كتيرة عندنا برضو حالات دي كتيرة أسباب ورصية وطريقة الأكل أكيد لو أكلت كمية سكريات كتير هعلي الإنسولين والإنسولين هو الهرمون اللي مسؤول عن تخزين الدمون في الجسم أو أحيانا كمان الملح الكتير هيحبس لي مية ويخليني أدخن وأحيانا كمان يمكن فيه أمراض بتأدي إلى سمنة زي مرض الغضة الدرقية أو هبوط الغضة الدرقية فعندك هرمون الغضة الدرقية ثاليكسين لو وقع هيحصل سمنة الكورتزون لو عالي هيحصل سمنة معنا كده كورتزون عالي هيعلم من إيه يا إما عندي مشكلة في الغضة الكزرية مرض في الغضة الكزرية ورم لقدر الله في الغضة الكزرية فبيحصل أن الكورتزون بيعلى كتير جدا يقيم الغضة الكزرية دي غضة فوق الكلام أنا عرف الغضة الدرقية لكن القزرية دي الغضة دليل اسمنا دي اسم غريم الغضة دي المسؤول على إفراز الكورتزون حتى وقت السترس بتحسي أن احنا اتنفخنا ده هرمون السترس عشان كده بقول لازم وقت ما يبقى عندنا سترس نحاول نهدي نفسهم بلس الأكل والعادات السيئة بلس النوم السيء النوم السيء اللي هو عدم كفاية النوم ولا أن أنا بنام على مراحل عادة النوم الغير كافي السترس قبل النوم النوم الصبح مش بالليل لأن بالليل هو اللي بيحصل لجسم بعد ما الشمس تطلع في ناس كتير فعلا بتنام بعد الفجر صح فيمكن كمان النوم المضطرب بيقادي إلى سمنة أو بقى إحنا عندنا كريفنج للأكل بتلاقي كتير عندنا يمكن أنا كنت منهم أروح كافي أكل أخش السينما أكل أن الأكل هي دي متعة الحياة لازم أغير بنقعد في البيت الباب بتاع التلاجة ده بيتفتح مثلا رائع عظيم ألف مرة في اليوم مثلا كل فرد في الحين أو بناخد فكرة يعني إيه اللي جوه مش عايزين ناكل ومنقدرش السعرات الحرارية المفروضة لا لا وفي حد يعود يحسي برا نفسه برضو يا دكتور هي دي المشكلة فلازم برضو نعرف إحنا المقدار اللي إحنا مناكله قد إيه ده مهم جدا سواء أنا بتمرن أو ما بتمرنش يعني لو أنا مش بتمرن ما ينفعش أخد سعرات حرارية كتير لو بتمرن ممكن أكتر السعرات الحرارية فهي دي القصة وأن الطريقة أننا نقدر نعرف بها وزننا عالي زيادة أو لا سهلة برضو حلوة وأصلا يعني لنا عرفه برضو تصلاحي المعلومة ولازم واحد يوزن نفسه كل يوم أول ما يصحى قبل الفطار ده أكتر وقت الوزن فيه بيبقى أكريت يعني صح بس في حاجة في قصة إياس الميزان بتاعنا بتلاقي مثلا بنت عاملة بدأت تعمل دايت أو سيدة بدأت تعمل دايت وشكلها بقى حلو وفي اللبس بستيجي على الميزان اللي بتلاقي نفسها مش خاصة دي بتحصل لي أنا شخصية دي قصة إن كنتي ممكن تكوني بدأتي تتمرني شوية فبدأتي تعمل العضلات بتوزن أكثر جسمنا عبارة عن عضلات ودهون ومية فلما تبدأ مثلا تكلي بروتين والبروتين مهم جدا فقطلة العضلية بتاعتك بتاعها فالشيب بتاع جسمك بيبقى أحسن الكتلة العضلية بتوزن أكثر من الدهون الدهون هشة فالدهون الكتيرة دي مثلا بتعمل كيلو هشة لكن أنت بتنزلي دهون وبتقطري العضل عندك فهي دي المشكلة ممكن يكون الميزان وقتها يعني ما حدش إدائن هو عمل دايت وجسمه بقى توني ويجي على الميزان وتلاقي نفسها ما خسيتش فبرضو قصة الميزان دي يعملوا فيها الاعتبار دا مهمة جدا يعني أنا أحكم بالشكل بالشكل مش بالوزن بالشكل وبالبادي ماس أندكس اللي هي طريقة الحساب بتاع الإنشيب يعني بيبقى في جهاز بتعملي به البادي ماس أندكس أو لو أي حد بيتفرج علينا ممكن يعملها إن هو بياخد الوزن بتاعه لا نحسبها أيها أنا حب الحسابات قوي ثانية واحدة يا ذكر اتخل طيب وليلنا الوزن بتاعك الوزن بتاعي نقوله دا البسط دا البسط وخليناس كلها تعملها معنا مش الوزن بتاعنا على طولك مضروب في اثنين يعني مضروب في نفسه طول بوسي نحوان الطول إضرابي في نفسه الأول دا المقام إضرابه في نفسه يعني أنت طول كام أنا 170 170 يبقى الطول بالمكر 170 في اثنين سانية واحدة 170 في اثنين في اثنين سيطلع لك رقم احفظي واسمي الوزن بتاعك على الرقم دا دا 340 سيطلع لك رقم على الرقم يعني المهم الوزن على طول أما أنت يمكن مش عارفة تحسيبها صح الطول لازم مش ديفايد باتنين ديفايد باتنين يعني الرقم في نفسه لو عندي الرقم دا من 18 ل 24 أنا نورمل أما الأفايف لا هحسبالك لما خلص الهواء من 25 ل 28 29 أنا على البوردر لاين من 30 أنا أبيز يعني أنا سنة بس من لازم أضبط أكلي لو معرفتش أضبط أكلي وقالع برياضة هنتكلم على منتج مهم جدا بيساعد في عملية حرق ومنتج طبيعي ومرخص من وزارة الصحة المصرية وفي ألياف طبيعية وليه أكشنز مهمة جدا أن أنا أضبط معدل الشبع أن أنا موضوع الشراهة بتاعتي تقل وأضبط معدل الحرق بتاعي بيستا يعني بيستا أعتقد من أقوى المكملات الغذائية اللي بتساعد جدا على حرق دهون وبتساعد على عدم شراهة الأكل لو أنا جربت أن أعمل دايت وما قدرت أو جربت أن أنا أمشي على أكل صحي ومعرفت أخص وقتها بلجأ لبستا كويس قوي بستا بقى كمنتج خلينا نتكلم كده عشان الناس برضو تفهم هي القصة كلها إنه هو لأن في بعض الأدوية اللي هي بتأكلي وتأخذ خلاصة الزيوت والحاجات اللي أنت أصلا جسمنا برضو محتاج من الفات وبتبردها فدي بتبقى خطر الأدوية اللي من النوع دا بستا ما بيعمل دا التكنيك اللي بيمشي عليه بقى بستا ليه من أقوى المكملات الغذائية اللي بتساعد على حرق الدهون لأنه بيحتوي على ثلاث وردة الأمر التلاتة دول مهمين جدا لنظام معدلات الشبع وكمان عايز أقولك أن الشوفان وبزور السيليم لما بنيجي ناخدهم بينفشوا في البطن فبيعملوا حيز كبير جدا في المعدة لو أنا بفكر أن أنا آكل أنا جعانة فهاكل كميات كبيرة من أي نوع لأ أنا لو أخدت بستا قبل الأكل بنص ساعة مش هيبق فيه حيز في المعدة أن أنا آكل كتير ده اللي بيعملوا بستا وكمان عندي داخل بستا حاجة مهمة جدا ردة الأمح ردة الأمح مهمة جدا لتنظيم عملية الهضم عشان كده أحيانا بياخدوا بستا لعلاج القولون العصبي وعلاج الإمساك ده في ناش بتجيب ردة الأمح اللي وحدها كده فقصة النهية تبقى موجودة وسط مكونات تانية بالضبط ويقولي طب يا دكتورة دينا مثلا احنا ممكن ناخد الشوفان الشوفان لو اتاخد بتراكيز علي لو أكلنا شوفان كتير هندخن الشوفان خداع بالضبط الأوقات بفتر شوفان بس مش عارفة هلا هتلاقي الشوفان هتحط عليه مكسرات هتحط عليه لبن العسل عادي ولبن العسل في صورة حرية ما هو عشان كده الناس تقولك ايه طب أنا هاخد الشوفان لو أخدته كواجبة هيعدي لي 300 صعر حراري طبعا لكن كيس واحد أو ساشة واحدة من بيستا مش عادي ل20 صعر حراري فده مهم جدا بلاس السيليم طعم وحش قوي لو أخدت الوحد أو ردة الأمر فدي حاجة مهمة وكمان عندي داخل بيستا فيتامين سي طبعا احنا كلنا عارفين فيتامين سي قد ايه مهم للمناعة وقد مهم للبشرة والشعر الدراسات الأخيرة أثبتت ان فيتامين سي ليه علاقة بحرق الدهون فدي حاجة مهمة جدا بلاس طبعا عندي والكروميوم بيقدر يحسن لإفراز أو معدل إفراز الإنسولين ده مهم جدا والكروميوم بيساعد على حرق النشويات وتحريك الدهون المخزنة وبالتالي طبعا النشويات لما بتتحرق بتتقلب للطاقة وبالتالي بنخس وكمان عندي الكارنتين اللي بيساعد على تحريك الدهون المخزنة كل الكارنتين ده حتى اللي هو كومبوننت أو يعني مكون الناس بتاخده أو الرياضين بياخده عشان يخصوا أصلا وعشان يساعدهم يعني فأورادي ده موجود موجود بنسبة مش كبيرة لأن موجود مهم جدا حل طب بسي بقى خليل ناخد برضو كيس لأن زي ما نحن نتكلم نحن نحن نتكلم نظري فقط خليل نروح نشوف كيس برضو يعني جربت المنتج ده وإدرت أن هي أو حصل فرق كبير جدا على كمان يعني شكلها فنشوف هو كان كم كيلو وبقى كم كيلو وإزاي وخلال كمان قد إيه ونرجع نكم إحكي لنا قصتك مع بستا وإزاي سعدتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما خص كنت باعني من حاجات كتير من ضمن أن أنا ما كنت باع فالبس كويس كنت شعرف بمارس الرياضة اللي أنا بحب بها كورة كان عندي صعوبة في مظهر العين قدام الناس الحقيقة ما كان ش في أي حاجة محروم من ها وانا كان بحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم الطفاح فأكين بالزبط كنت بشرة وعصيرة بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيت عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وبأكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب بنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا اللي عجبني في اللي أنا سمعته تلوقتي إن الكلينت ده أو البيشن ده بيتكلم إن هو بيأكل كل حاجة هو عايز يعني بقصة أن انت مش حاجة سمعت آه هتاكل كل انت عايزه بس بكميات انت نفسك جسمك هو اللي حيفرضها عليك لو أخدت بيستا قبل الأكل لأن معادتك قريدي هتبقى فول فدي دي حاجة على فكرة حلوة جدا ما هو إحنا عندنا يعني إحنا كمصريين عندنا متعة كبيرة قوي في الأكل فعايزين لأكل كل حاجة ونخس وما نحرمش نفسنا يعني أنا من نسبتي حتى لو عامل لأي دايت وعندي إفنت لو شفت بلح الشام ممكن أفهم الله ليه رمضان بس رمضان بس ليه بيحرموني الحمد لله أنا أنا ما بحبش الحلويات يعني الحمد لله بستا الأكشن بتاعه والقوة بتاعته في الألياف اللي فيه يعني عشان كده بقول هو طريقة استخدامه قبل الأكل مش بعد الأكل يا جماعة والأكل المداسمة يعني لو أنا مثلا بفطر حاجة خفيفة أنا مش محتاجة بستا الصبح لو أنا بتعش خفيف مش محتاجة بستا بستا أهم حاجة لو أنا خلاص هتغدى غدوة كبيرة الغدوة كبيرة اللي هي يعني كاربز يعني كل حاجة أنا ضد أنا ضد اللي بيحرمني بالكاربز ضده جدا أنا لازم أكل كاربز بالنسبة قليلة ولازم أقطر من البروتين لو أنا عايزة شيب جسمي كويس والبروتين المهم إن أنا مع بستا لو أنا بفكر خلاص أكل وخيف أدب بجامد باخد بستا هو ساشت طبعا على ساشت واحدة قبل كيس واحد قبل الأكل ودوبه كويس جدا قبل الأكل بنص ساعة وانس إنه خلاص دخل من المعدة بيعمل حاجز مع مادة جيلاتينية نتيجة الألياف السيليم والشوفان وردة الأمح فالمادة الجيلاتينية بتاخد حيز كبير قوي في المعدة فالحطة اللي في المعدة فاضية مش هتستوعب كل الأكل يكون منأكله قبل كده فدي حاجة حلوة جدا والحلوة اللي فيه إنه بيعد المعدل الشبعة 8 ساعات إنتي بعد 6 ساعات مش هتحس نجعانة لمدة 8 ساعات طبعا مش هتحس نجعانة فدي حاجة حلوة قوي بيستا وبالتالي الفيتامين اللي في الجسم بتقل فهل ممكن يبقى فيه مكمل غذائي يعمل بالنس للتنين فيه لازم أخذ مع بيستا أو ينصح الأخذ مع بيستا المالتي فيتامين وبرشح مالتي فيتامين رائع فيه كمية أكتر من 13 فيتامين وفيتامين ومعدن اللي هو ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت الصورة اللي جنب بيستا من أقوى المكملات الغذائية والمالتي فيتامين الموجودة طبعا هو موجود في السيدليات ألب مالتي فيت بيحتوي على فيتامين سي بيحتوي على فيتامين بي المهم جدا للأعصاب والتحسين الصحة المزاجية نحن محتاجين كلنا ده منتج لجميع الناس فيه فيتامين سي للمناعة والشعر والحرق طبعا زي ما أنا قلت الدراسات أثبتت أن فيتامين سي بيعمل فات أوكسيديشن أو بيساعد على حرق الدهون وعندي بايوتين عشان محدش يشتك إن شعر بيقع من البنات فعندي بايوتين عندي فلك أسد عندي الكالسيوم داخل ألبا مالتي فيت الجرعة المصرح بيها من ألبا مالتي فيت كابسولة أو قرس واحد بس في اليوم يبقى مع بيستا أو بعد الأكل بساعة بيستا قبل الأكل تقيلة بنصف ساعة والبا مالتي فيت بالزبط الجرعة المناسبة لباستا من 2 ل3 ساشت في اليوم لو عندي سجير أوبيز لو أنا أكتر من 40 دي بتبقى اسمها أوبيز أو سمنة قاتلة لكن لو حد عايز يخص في 8 كيلو 5 كيلو كفاية ساشت واحدة على الأكل الكبيرة دي نقول بس والله يعني وقت بيجري بس بجد بنستفيد والله نورت حبيبتي أنا هوان مبسوط أنا معاك وأنا كمان أكيد ورانا أشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وعشر صبح في الأهل